على موعد في يوم 16-18 ملتقى الشباب بأسوان هيدعم ريادة الأعمال في أفريقيا والمنطقة العربية طبعا أسوان عاصمة الشباب الأفريقي هذا العام زي ما تقرر هذا في مؤتمرات الشباب الماضية وده يسعدنا ويتزامن مع رئاسة مصر للتحدي الأفريقي يبقى مصر رئيس التحدي الأفريقي أسوان هذا البلد الجميل الرائع الذي يعني يدعو لي للطمأنينة يدعو لي الراحة النفسية هذا المكان بيمثل عاصمة الشباب الأفريقي هينقش الملتقى على هاميشو موضوع ريادة الأعمال من خلال ورشتية عمل الأولى بعنوان كيف تكون رائد أعمال ناجح والثانية بعنوان ريادة الأعمال المجتمعية من منظور أفريقي منتدى الشباب العالم اللي عقد في 2018 بندين شرم الشيخ كان في جالسة بعنوان دور رواد الأعمال وشركات الناشئة في النمو الاقتصادي العالمي أتصور أنه ما يجري الآن في أسوان هو تتويج أو هو إحدى ثمار ما جرى زراعته في سنة 16 شهر نوفمبر يعني أول انطلاقة لمؤتمرات الشباب في نوفمبر 2016 تم البناء تم الزراعة تم الغرس الآن بنحصد ثمار ما جرى زراعته وغرسه في 2016 فكرة مؤتمرات الشباب زي ما قلت قبل كده أكثر من مرة لمن لا يعلم ولمن لم يتابع هي فكرة أكثر منها مؤتمر هو أصبح منصة رئاسية للشباب ليس في مصر وليس في المنطقة العربية وليس في أفريقيا وإنما أصبحت منصة رئاسية لشباب العالم منتدى شباب العالم كلنا منتابع ليس مكلامة على الإطلاق ليس صور بروتوكولية على الإطلاق ليس مؤتمر من المؤتمرات تنتهي بتوصيات على الإطلاق لم أعهد هذا لم أرى هذا بل هو كان مؤتمرا تحول من مؤتمر بيكتمح فيه الناس للنقاش والحوار والجدال ثم ينتهي بتوصيات إلى منصة حقية تنتهي بقرارات رئاسية تنتهي بمشروعات حقيقية تنتهي بتوصيات شباب بيستمع لها الرئيس والدولة وتطبقها فورا وعلى الفور هذا المنبر هذه المنصة أنا أعتز كثيرا بها وأعتز كثيرا بنتائجها كانت المنصة عوضا عن غياب الأحزاب السياسية وأنا أقول دون خجل ليس لدينا أحزاب سياسية بالشكل الكافي حتى الآن كانت منصة مؤتمرات شباب ربما تمدرت وسدت الفراغ الموجود في الحياة الحزبية واستمعنا إلى رأي آخر واستمعنا إلى منظومة أراء مختلفة عن رأي الدولة واستمعنا الدولة إليها بشكل راقي وبشكل محوظ ممارسة السياسية حقية خلق كوادر حقية بيفهمه استراتيجية وسياسة وخلافه من خلال البرامج المباثقة عن مؤتمرات شباب ثالثا كانت منصة رئاسية للتواصل الرئيس المباشر مع العالم عوضا عن وسائل إعلام ربما لم تقوم بدورها الكافي خلال الفترة الماضية هذه حقيقة أشهد بها وأرى أنه مؤتمر أسوان يستحق مننا الكثير ترجمة نانسي قنقر